بص أنا مبارح قلتك كلمتين دول وهعيدهم تالي الوقت عشان تسمعني كمان وانا بقولهم نادية فكري بطلت رفع الأسكال المصرية ستة كل اللي شرفتنا ورفعت راسنا مبارح كنت بقول عنها انها نموذج ومثل وقدوة وحاجة ملهمة لكل بطل او رياضي انه يعمل زيها بكل المقاييس وببساطة شديدة هي نموذج يتعامل فيلم سينمائي حكايتها تتعامل فيلم سينمائي في الإرادة وحب البطولة وحب البلد أنا معي عبر الهاتف الآن البطلة المصرية الكبيرة اللي شرفتنا ورفعت راسنا للسماء كابتل نادية فكري بطلة رفع الأسكال المتواجهة بالبرونزية في برلمبيات باريس يا فندم مشرفة ومنورة وسعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك يا فندم منوراني ومشرفاني وألف مليون مبروك الله يباريك في حضرتك يا أستاذ كريم الله يباريك في حضرتك أنت فرحتينا ورفعت راسنا للسماء وكلنا فخورين بيك الله يخليك والله يخلي كانت عيدة جدا تنتي كلام حضرتك لا ده أقل من حقيقك بكتير أنا بقالي تلات يام بأتكلم عنك تقريبا بس فرحتينا وإرادتك ديت وحماسك ده حاجة ملهمة لنا كلنا والله كابتال نادي يا السود بس مش واضح لو نقف في مكان السود يبقى واضح في يا عشان اسمعك أنا فندم وماغت الباط آآ وعملين بيلفوا بينها شعوري على الصاهرة كلها يلا فأنا مش مالكها نافتي أبدا لا ولا يهمك المهم ان الشعب المصري كله يفرح معاك ده أهم حاجة الشعب المصري يفرح كله بس أنا عايز أسألك بس حاجة من كام يوم عمال أسألك بس أنت كنت مشغولة في البطولة إيه اللي خلاكي يبقى عندك كل هذه الإرادة أن بعد كل هذه السنوات تروحي تاني البرلمبيات وتاخدي مدالية أخرى إزاي يعني واحدة غيرك تقول أنا معي تلات مداليات أنا مش محتاجة تاني إيه اللي خلاكي تعملي كده والله هو الموضوع كله مش مدي قد ما هو أدبي أنا على الله ومالك الحمد ربنا بيديني كل يوم يوم كتير فأنا إيه اللي يخليني إن أنا أقعد في البات وإن أنا أقول كفاية كده ربنا أداني موهبة وربنا أداني إن أنا فرص إن أنا أخدم بها بلدي بالطريقة داية وبالرياضة وإن أنا أرفع عالم بلدي في المحافل الدولية فليه يا فعل ليه لا صح صح صحيح بس كابتل نادية أنا متأكد إنك عشان توصولي للمرحلة داية أنت تعبت جدا وأكيد في ناس كتير عانت معاك وتعبت معاك عشان توصولي للمرحلة دي صحيح هل هو كان المفهودي يسافر معاك يا مظبوط؟ والله هو عصر إنه أطرني على نفسه وهو خلاني إن أنا أركز أكتر عشان إن ربنا يكرمني في البطولة داية فهو قاعد مع الولاد وهو خلاني خلنا كان بالعصر يقوم به هو الله الله وإيه بقى حكاية الزغروطة الحلوة داية اللي إحنا كنا مبسوطين بها قوي اللي العالم كله تكلم عنها والله هي في الكلور شعب طبعاً 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 ماشى ماشى في زغروط فان الجمهور كله قلنا بفعل معايا بحديتها فار عظمة جداً الجمهور بقى اللي جمك في الشارع دلوقتي وفرحان بيكوا بالزغراتين لهم ولا لأ؟ طبعاً لا بجد والله لأ اديهم آخر زغروطة طيب ربنا يديك الشحة ودايماً بطرة ودايما رفع راسنا كابتل نادي يا فكري بطلة مصر في رفع الأسكار متواجة ببرونزية رفع الأسكار في برامبياد باريس جميلة جمال ستة كلة والله، فكرة عظيمة—فألفين بتاخد ميداليا في آلفة وبتخد ميداليا، فألفة وتمانية بتاخد ميداليا ألفاً واتناشر تغيب، ألفين وستاشر تغيب، ألفين وعشرين تغيب، تجيب ألفين أربعة وعشرين وتاخد ميداليا بعد Wisekem بقى بعد إشرين سنة، وبعدين تقعد تقول إزاي؟ إزاي أصلا حد ممكن بعد ما عمل إنجاز من هو عنده في العشرينات من عمره يرجع تاني وهو في أوائل الخمسينات ويقولك لا أنا عايز أخد ميداليا كمان فيلم فيلم والله يعني يا رب يا رب من الناس الشاطرين اللي بيكتبوا سكريبتات أفلام ومسلسلات يكون متابعة الحكاية دي عشان هيعمل فيلم ولا مسلسل عظيم جدا أصلا الحكاية دي هتلاقي وراها كمان كواليس زهبية كواليس مش طبيعية إيه الجمال ده ربنا يا رب يفرحك دايما ودايما رفع راسك كل